السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم اميرا فمشبكة تيك ناكس طبعا اسف كلش كلش عن الانقطاع من القناة وان شاء الله راح ارجع لكم واسوي كل يوم فيديو طبعا كان عندي ظروف شخصية وامور ما 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 كان عندي مجال اصور وان شاء الله راح ارجع لكم اليوم رجعدي بفيديو جديد وياكم اه فيديو اه طبعا هواي اصدقاء وناس لوني اكثر يعني اكثر الناس ما 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 يعرفون برنامج برامج اللي تقدر تنقل ملفاتك من الايفون الى الحاسبة ومن الحاسبة الايفون واكثر شي الموسيقى الاغاني ما يقدر ينقلها من الحاسبة الموبايل مثلا من تدخل اكو ميوزيك الموسيقى البلادي ما الايفون او او اي شي تريد او الارقام اكو برنامج اسمه سينج اي او اس سينج اي او اس هذا راح احطكم رابط البرنامج باسفل الفيديو في الوصف اه وان شاء الله راح اشرح لكم البرنامج طبعا البرنامج كل سالة اه راح نجربها اول شي خلي من شوفكم يا مني تنزلو اه ااسف ندخل على جوجل جوجل دات كام مننا ندخل نكتب سينج سينج اي او اس ااسف اه سينج اي او اس مننا ندخل موجود تلف برامج البرنامج الاول اه one management tool for all smart phones هذا مو شغلنا غير اكو اه واكو غير اه ريكوفري اعتقد ما ما مستعمله واكو واحد اه البرنامج اللي نريد احنا وهو هذا سينج داتا ريكوفري ما نريد هاذا احنا نريد هاذا البرنامج سببلي ايت افكتف سلوس سلوشن فور ترانسفيرن كونتاين منا الدوس تنزل او الدوس منا عالداولود راح ينطق البرامج اللي تريد تنزله او الدوس منا عالداولود راح يبدو تحميل اه طبعا البرنامج كلش سهله مثل ايتولس اذا مستعملينا اه وراء هذا لازم لازما ننزل ايتونس 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 من ناتج تدخل على موقعهم ودوس على الداونلود رح يبدأ التحميل وما يحتاج تكتب الايميل ماتك بس ودوس الداونلود رح يبدأ التحميل اذا ما تنزل الايتونس ما رح تقدر تستعمل البرنامج بس ان البرنامج ما اعتمد على الايتونس اه مننا اول شي اول ما تنزل لازم تنزل تنصب الايتونس اه فان ايتونس تنزله وبعدين تفتحه وتكنك جهازك الايفون تكنكه على حاسبة وتفتح القفل اول ما تفتح الجهاز اول ما تكنك على الحاسبة رح ينطيك منا اه 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 عفوا رح ينطيك منا بالموبايل اه 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 الثقة او عدم الثقة رح ادوس على الثقة بعدين رح يطلع لك الايتونس منا لني يطلع لك اول ما تفتحه رح يبر اه يسوي انستل ينصب التعريف مع الجهاز والحاسب رح يتعرف عليه منا يتعرف ورا ما تعرف على الجهاز طلع لك انا الايفون هذا الايفون هاي حاسب ايفون والتي طلع منا عادة بعد رح يطلع في الايتونس اه بس ملاحظة صغيرة لا تفتح سنك اي او اس مني يصير الايتونس مفتوح زين الايتونس اول ما نصده وبعد ما ما عندك دخل به لا تدخله هاي هسا رح ندخل على سنك اي او اس تدوس عليه سنك اي او اس رح يفتح مني يفتح رح يبدو يتعرف على الجهاز طبعا شوف جاي اللي ابديت انا ما محدثة اتيالها حتى واذا ما محدثة تشوف بليس كونكت ديفايس اه كالنا كهسه عم ينوف هاي شي عايزي ومنها تدخل على الميديا على الميديا بتدخل اذا تريد اغاني تنزل انا امبورت امبورت يا اغاني اذا تريد تنزله ينزل عليه اه تريد منها على اليمنا كور اه او كو فيديو افلام اذا تريد تنزل عليه وتباو عليه ومنها تطع الفوتوس طبعا ااسف الفوتوس عني صور شخصية ما قدر ادخل لها منا تدخل وتقدر تسوي بي واذا تريد الاسماء تنقل على الحاسبة اه تريد تنقل على الحاسبة شلون تنقل له اه ندخل على الفوتوس طبكت اه منا فون تران اه والله الصراحة ما تتذكر والجان يمكن فون ترانسفير ما اعتقد اه ما اتذكر والله صراحة اه اه النوت كونتاكس بالانفورميشن من تدخل عليه شفي يقول لك هاب تتورناف اي كلوت الاول شي لازم يبطل في الاي كلوت وراتي كده تنقل للكون الاسماء مواتك ملاحظات اهمية من راتي كده تنقله والبوك ماركس وكولهوستري وايشي حتى المسيزات كده تنقله اه اليوم انت شرحني طبعا احبي ان شاء الله شرح سهلتان وراح ارجعلكم بغير فيديو جديد وان شاء الله اه اشكلكم بتابعتكم وطبعا احتاج دعمكم بلايك سبسكرايب اند شير مشاركة ويارد تدعموني القناة حتى ننزلكم فيديوهات جديدة وشكركم في امان الله